محمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام باقة ورد بنهديها كل المسلمي العالم مسلمي مصر والعالم الإسلامي بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام النهاردة احنا بنعيش أيام عطرة والذكرى جميلة المفروض ان احنا بنتحلى بأخلاق وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة بنوصل رسالة لكل سكان الكرة الأرضية لكل سكان العالم رسالة من الإسلام الحنيف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيحسين على التسامح بيحسين على الإخاء بيحسين على الأمن والأمان بيحسين على المواطنة هنتعامل بأخلاق الرسول النهاردة الموضوع مش موضوع ان احنا نوزع حلوة المولد وان احنا نحتفل وان احنا ندخل في حلقات الزكر لأن النهاردة عاوزين نتعايش بروح وسماحة الإسلام الإسلام الحنيف إسلام الوسطي الإسلام اللي نهى عن العنف ونهى عن التطرف والإسلام اللي حافظ على حرورية المرأة وحافظ على تربية النش بحيث يطلع تربية سليمة يحافظ على بلده الموضوع مش ان احنا نلبس جلباب قصير او نربي دقني او ندخل في حلقات لا الموضوع كبير جدا الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرى جميلة وايام اجمل بنعشها مع ذكرى مولد سيد الخلق عليه افضل الصلاة والسلام خلونا نطلع نشوف فيديو ونرجع لكم تاني واحنا بنعيش الايام العطرة ايام ذكرى مولد سيد الخلق بنعيش حالة من الاستقرار حالة من الامان حانا وجهنا لها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحسينا على المواطنة وحسينا على الخطاب الديني وحسينا دي بلدنا مسلم ومسيحي دي بلد ومسيحي دي بلدنا هنحفظ عليها وهنحميها مسلم ومسيحي ايد واحدة ومع بعض معنا اتصال تليفوني الو معنا الكمس نسان سعيد حليم كنيسة العزرة بالحمدية اهلا وسهلا بك اهلا بك سيد محمود كل عام انتم بخير وربنا دي معلكم الايام وسعيد بان انا اتواصل معكم بقناتكم الجميلة الصح والجمال اهلا سعداء باتصالك يا ابونا دي دي مكلمة جميلة ومحترمة وراقية لان احنا فعلا بلد واحد ووطن واحد وعلم واحد وسمى واحد وارض واحدة انا بحييك انا مع حضرتك انا بحيي حضرتك على هذا البرنامج وحيي كل الاعداد واستاذ المخرجين وقناة كلها وبنهنيكم جميع نهني رئيس السيسي وكل استاذ الوزراء وكل اخواتي المسلمين بمناسبة عيد المولد النبي الشريف رب نعيد عليكم يهم بالخير ويحفظ الجميع ويعفظ المطر ان شاء الله شكرا 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 يا ابونا على اتصالك لا احفظك شكرا احنا شايفين وشايفين هو والعالم كله بيشوف وبيتابعنا ازاي ان احنا عايشين في امن وامان ازاي ان احنا حتة المسلم والمسيحي دي ايد واحدة ووطن واحد وعلم واحد انا بشكر القمس نسان على المدخلة المحترمة وعاوز اوجه رسالة يمكن اللي القمس وجهها ان احنا الناس اللي موجودة ما تسألنيش انت حفظت قرآن قديه وما قردش قرآن قديه لا قل لي انت جواك القرآن ازاي جواك السنة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام ازاي خل الناس اللي تحكم عليك الموضوع مش جلباب قصير ومش داء نطويلة لا سباحة احنا عاوزين نتعلم ونتعاش باخلاق الاسلام اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام خل الناس تحكم عليك اطعم جائع ارعي يتيم خل الناس تشوف اخلاقك خلونا نتابع يومنا المحترم الراقي واحنا بنحتفل بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مدخلة تانية من الاستاذ احمد علي اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل وخلونا نرحب بالديوفنا فيه ناس بتعمل ثورات ثورات بيبقى فاها ضحايا بيبقى فاها الشباب بيموت بيبقى فاها مشاكل كتيرة وفيه ناس على الجانب الانساني اللي بتتحلب بخلق الاسلام ودين الاسلام واخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام بيعملوا ثورات انسانية ثورات على الاخلاق ثورات ضد الفساد النهاردة معانا ساما رامي ساما رامي سافرت إنه قال حسنة صحبة ثورة الصورة دي أسعادت 15 مليون أهلا ونسهلا بك يا سما أهلا بك معنا ولدة سما أهلا ونسهلا بحضرتك ومعنا الدكتور أولاء مكاوي مدير لجنة الحماية بالمجلس القوم للطفول الأموم أهلا ونسهلا بك يا فن سما من زو الأحتياجات شافت معلومة في كتاب السنوية خطبت الوزير شخصيا الوزير استجاب لها قبلها غير المنهج يعني غيرت المنهج أسعادت ملايين سما فازت بملكة جمال سما سفيرة سما قبلت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكرمت هتحكي لنا سما عن تجربتها واللقاء الأول مع السيد الرئيس واللي أنت كنت عاملة زي أنا شافته في مرتدر الشباب العالم أنا قمت قلت له أنا بحبك يا رئيس وهو سمعني وحنا سافل المتالي الشباب شاءنا نرس نشوف أنت غنيتي وغنية مع لاي لعلو تقريبا مع الفنان لاي لعلو حفظة بنا حاجة نتقسمي كلنا بسين في سكة كل فرحة كل دكة محتاجنا نتقسمها خلي بنا خير يا عم خطوة منك خطوة مني جوا منك حتى مني هتحوزني بنتقسمني وفي الفرح أنت الأهم بدي إيدك خط بإيدي وأبقى مشكل يا سيدي نفس عيدك هو عيدي لو تكون مصيري الأهم وطني أهلي وكل ناسي حبي لي هو الأساسي وهي فرسة وهتلاقيني نجري بلدي أكون مهم الله عليك يعني إحنا بالرسالة بنوصلها للسيد محافظ الجيزة اللي هو أحمد راشد السيدة الرئيس قبل سمة المتحدث الإعلامي للرئاسة قبل سمة الفنانين كلهم قبلوا سمة وكرموها وزير التعليم وزير الدخلية قبل سمة ليه سمة ما بتكرمش في محافظة الجيزة درسالة بنوجهها للسيد المحافظ أين تكريم سمة سمة رامي اللي هتقابل الرئيس اللي يامل اللي جاية ديت عاوزين نكرمها وعاوزين دي غيرت المنهج غيرت مناهج عصرت في 15 مليون هنسمع الدكتورة أولاء وهي دخلة اللي يامل اللي جاية ديت على لجنة تأهيل وإعداد شباب طلاقع من سن 11 للسن 18 سن عاوز أعرف الدكتورة فكرت في الكصة دي إزاي وإيه الدافع إن كنت تفكر في السن دا تحديد يا أهلا بيك يا أستاذ محمود يا أصيل يا ابن ريف مصر الأصير شرفنا بيك النهاردة وبنتنا سمة هي مفجرة الثورة الحقيقية للموضوع دا معنا وكل سنة والفرق العمل كله بخير والأمة المصرية كلها مسلمين وأقباط بكل صحة وسعادة بالمولد نبو الشريف وسنة جديدة إن شاء الله على مصر كلها سمة بنتنا معايا من زمان وهي مفجرتك كومبيلة معايا ولاء شعب مصر مبادرات كتيرة ابنك لمستقبل وطنك أخلاقي أولادنا ازرع شجرة نظف شرعة كل حاجات دي كانت معانا من زمان مفجرة الثورة الحقيقية أنا ولادي في نفس العمر دا اللي احنا متفكين عليها خصوصا بعد الدستور الأخير لما كنت بدخلوا يعني نعمل توعية للولاد أو كده في مراكز الشباب أو الأماكن دي لقيت الولاد فيش اهتمام السوشيال مادية وغداهم خالص مننا الدنيا مش تمام ده ما أنا عايزة أعمل حاجة للولاد دي عايزين نخرجهم من دل على طول على طول الموبايل موبايل حتى في أعداد البيت أول حاجة بدأنا فيها في البيت عندي تيتا يوم الجمعة ده كل ننسيب الموبايل قلت لأ عايزين نبقى حاجة أكتر إيه هي ففكرنا في موضوع التلاقع تلاقينا مع الراعي الرسمي لهذا الاختراع أو هذه الثورة أحمد بير القططير وحنا معنا مداخلة لأستاذ أحمد القططير لو المداخلة جاهزة ألوه أحمد بير إزاي حضرتك أهلا بير يا محمود بير أهلا بير أنا شايف الدكتورة أولاء بتتكلم عن أنا شايف الدكتورة أولاء منورة وبنتنا سامة يكونس العالم كله منورة والسيدة والدتها طبعا وأنا بأحيي حضرتك وأحيي البرنامج على أنه بيتبنى موضوع خطيف جدا ألا وهو سن من 12 سنة إلى 18 سنة وحضرتك عارف يا محمود بي أن السن من 12 إلى 18 هو سن الخطر وهو السن للجماعات المش محترمة أو الإرهابية كانت بتسكر بهذا السن وفي أقول ولادنا السن 12 إلى 18 كل أفكارها الهدامة فأنا فكرت الحقيقة بأن ليه إحنا ما ندخلش ببرنامج قوي تأهيل لولادنا صحيا وتأهيل أدبي وفني وثقابي واجتماعي وكشافة وابتكارات واختراعات وزاوي الهمم زي البنج تسامة وكل الناس من ولادنا يدخلوا في هذا البرنامج هذا البرنامج بعيدا عن السياسة السياسة طبعا طالما في الحياة احنا بنرعق السياسة ولكن احنا بنقول ان احنا بنعمل حاجة جميلة لمصر كلها واول حزب احمد الله على هذا ان احنا اول حزب في مصر بل في يعني على مدار على تاريخ تاريخ مصر السياسي يتبنى هذا الموضوع حقيقة الدكتورة ولا لقت عندي حقيقة يعني لها كل اعتبار وتعذير طبعا ولقت قبول كبير كتا وهي بتارد علينا وعالخيادة ترامجها فاحنا مسكنا فيها احنا هنستأذن معليك عشان وقت البرنامج اكيد يبقى لنا لقاء مع حضرتك هنشرح به للجنة وزيني فعالها وان شاء الله هنبقى حضرين التاتشين ان شاء الله يوم الاربع معاكم هنرجع الف شكرا احمد بي هنرجع لسامة والد السامة انت حضرتك كنت قلتنا ان هي كانت عاملة قلبي مفتوح وهي صغيرة وانت كنت بتراعيها ازاي والله هو اصلا دايما الداون سندرون بيتولدوا بمشاكل صحي وده اللي احنا بالنادي بقى به ان هما يا جماعة هما يعني محتاجين مستشفيات زي ما هما محتاجين مدارس ماينفعش اغلبهم بيتولدوا بمشاكل صحية دايما في القلب فماينفعش يستنوا الدور فمن هنا بقى جات فكرة ان احنا نعمل صفحة لسماء وطبعا احنا تمينا بيها النية دخلت مدارس عادية وعملناها كأنها طفلة طبيعية جدا من الاول السنوية العامة تسعين الحمد لله وجامعة كلية الاداب وحاجة محترمة وخارس هي كان لها موقف مع الدخلية اللي اعمل اللي فاتت ديت عاوزك تحكي نعم الموقف وانت عملتي ازاي في وزارة الدخلية انا عملت حاجة كده عملت فيديو في ولدين ولد داول سندرون سيبوا عليك كلب كلب اه وكمين هو كان خايف ابي كان هو باستخبئ كده أولى العربية انا كنت من دايقة جدا وروحتنا قلت لبابي قلت اكتب على البوست علشان نوصل لوزير من قبلك في الدخلية يا سما وزير الدخلية نوصل الوزير الدخلية وزير الدخلية قبلك لا قبلها اقل مين على ايه الاسوان على الاسوان يعني انت بتلاقي استجابة من المسؤولين لما بتكتيب حاجة على صفحيتك بتواصله معاك جدا جدا اجابة سريعة كمان استجابة سريعة وقبضوا فعلا على الولاد وقالوا لها ما تخطيش يا سما انت وصحابك في قرص ما يعني بصرا يعني يعني انت يا انك لما زاني في السيرة لدي انت طب انا جالي 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 تليفون من شوية ان نادي النيل في البدرشين عمل لحضرتك عدوية مدى الحياة في النادي وعشان خطرك انت عندهم قاعة الافراح مجانية لزاوي الاحتياجات الخاصة زاوي الهمم زاوي الهمم قاعة الافراح مجانا في النادي وحمامات السباحة واشتراك مجاني مدى الحياة لحضرتك استاذة سما رامي مفجرة الصورة وحنا على الحاوة النهاردة سما رامي زاوي الهمم بتضعب كل الامة الاسلامية كل الامة الاسلامية وكل جمهورية مصر العربية سما رامي شكرا جزيلا لحضورك المدى مولدة سما الف شكرا معزم ناش بالنيابة عن سما بنازم كل جمهورية مصر العربية لحفل تدشين لجنة تأهيل لاطفال وهو أجبال طلاق حزب الحراري المصري يوم الأربعة شكرا جزيلا وللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تحياتي محمود عبد